قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم أندية سعودية وأوروبية ترهب في التعاقد مع النجم المغربي السوفيان رحيم بعد تألقيها خبر عاجل الكوف ينتصر لنهضة بركان ويرخص له باللعب بالقميس الذي يحمل خريطة المملكة المغربية كاملة هذا ما قاله مدريب ويستهام يونيتد الإنجليزي بخصوص إصابة نيف أكرد والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار أندية سعودية وأوروبية ترهب في التعاقد مع النجم المغربي السوفيان رحيم بعد تألقيها أصبح الدولي والمغربي السوفيان رحيمي الذي يتألق حاليا مع نادي العين الإمارات محط أنظاري العديد من الأندية في أوروبا والوطن العربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وبحسب ما أورده موقع ونوين القطري فإن تألق رحيمي اللاعب السابق لرجاء رياضي كان لافتا في الموسم الكروي الجاري وخصوصا في دور أبطال أسيا وتحديدا خلال الأدوار الإقصائية التي جمعتها بالأندية السعودية مما جعله يستعيد مكانه في تشكلة المنتخب المغربي مؤخرا ولفت رحيمي الأنظار بشكل خاص في مباراة ربعي نهائي للبطولة ضد النصر وفي مباراة الدهاب نصف نهائي ضد الهلال ونقل ذات المصدر أن وكل أعمال سوفيان رحمية قد تلقى عروضا غير رسمية من ناديين إسبانيين مهتمين بضمها وفي أخر تطورت مسيرتي سجل رحيمي ثلاثة أهدافين ضد الهلال في المباراة التي أقامت يوم الأربعاء الماضية ليرفع بذلك إجمال أهدافه في دور أبطال أسيا لهذا الموسم إلى 11 هدفا مما يجعله يتصدر قائمة الهدافين في البطولة بلغ عجل الكاف ينتصر لنهدة بركان ويرخص له باللعب بالقامس الذي يحمل خريطة المملكة المغربية كاملة تمكنت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم من التواصل إلى اتفاق مع مسؤول فريق نهدة بركان وذلك بعد ساعات من توقفهم في مطار هواري بومدين في الجزائر على خلفية حجز أقميصة النادية التي تحمل خريطة المملكة المغربية وحسب التقارير الوارد من الجزائر فإن الكاف قد تعهد بتوصيل خمسين قميصا رياضية لبيتة نهدة بركان في مقار إقامتهم بالجزائر يوم غد السبت وذلك قبل أن يخوض الفريق حصته التدريب على ملعب المباراة وأفاد موقع لوسيت أنفوس بورن مسؤولي نهدة بركان قبلوا الاتفاق مع الكاف ولكن بشروط واضحة من أهمها أن تكون الأقميصة كاملة ودون أي تغيير أو نقصا من جانب أكد محمد تلاغي مرسل راديو مارس على أن موقف فريق هدث بركان واضح وثابت باللعب باستخدام أقميصتهم الرياضية التي تحمل خريطة المغرب وأضفت لاغي أنه في حال عدم الالتزام بذلك فإن الفريق سيتجه إلى المغرب ولن يقوم بإجراء المباراة هذا ما قاله مدرب نادي ويستهام يونيتد الإنجليزي على إصابة نيف أكراد تحدث ديفيد مويس مدرب ويستهام يونيتد الإنجليزي لكرة القدم عن الإصابة التي ألمت بالمدافع المغربي نيف أكراد خلال مواجهات الفريق ضد باير لفيركوزنا الألماني في إيابي ربعي نهائي الدور الأوروبية وخلال الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول اضطر نيف أكراد لمغادرة الملعب بعد تعرضه للإصابة في الكاحل مما أجبره على عدم الاستمرار في اللعب وأفسح المجال لزميله أنجيلا أوكبون لتولي مكانها وفي تعليقتي بعد اللقاء قال مويس نيف أصيب بك حيله ولم نحصل بعد على فرصة لتقييم حالته بشكل كامل وأضف نيف سيخضع لفحص طبي مع دينوس وسنعلم تفاصيل أكثر عن حالته قبل نهاية الأسبوع نفس الأمر ينطبق على ألفونس وكالفين فيليبس ووفق للتقارير الإعلامي أكدت الفحصات الطبي الأولية أن نيف أكراد بحاجة إلى بضعة أيام من الراحة مع الإشارة إلى أنه لم يتم بعد تحديد مدة الغياب الدقيقة تجدر الإشارة إلى أن مويس يتمد بشكل كبير على أكراد في خطته التكتيكية كما يفعل وليد راكراكي المدير الفني للمنتخب المغربي ويتوقع أن يكون أكراد محطة اهتمامي عدد من الأندية الأوروبية والعربية خاصة من الدورة السعودية وذلك مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث تشير التوقعات إلى احتمال رحيله عن ويست هامي رايتد أسكتيوي يعزز من فرص لاعب البطولة في الالتحاق بالأولمبياد مع المنتخب المغربي تعززت فرص عدد من لاعب الدورة المغرب لكرة القدم للمشاركة في أولمبياد باريسة 2024 المقرر إقامتها من الرابع والعشرين من يوليوز إلى العاشر من غشت 2024 خاصة بعد نوقات القرعة الأولمبية المنتخبة المغربي في مجموعتين تشمل منتخبة الأرجنتين أوكرانيا ومنتخبا ثالث من القارة الأسيوية سيتمو التحديد ده لاحقا وحسب ما ذكره مصدر مقرب من طريق أسكتيوي حسب موقع العربي الجديد فإن حمزة إيجمان مهاجم الجيش الملكي وتنأي مهدي موهوب ومهدي مبارك من الرجاء الرياضية إضافة إلى توفيق بن طيب وهيت منعوت من نادي اتحاد ورقا أصبحوا يتمتعون بفرص جيدة لنيل مكان ضمن التشكيلة المنتخب المغربي تحت 23 عاما للمشاركة في الأولمبياد ومن جهة أخرى يخطط سكتيوي لإجراء معسكر تدريبيا مخصص لللاعبين المحترفين في الدوري المغربي فقط هذا المعسكر مقرر أن ينعقد في الفترة من 22 إلى 24 من أبريل كمرحلة أولية يليه معسكر تدريبي آخر في مركز محمد السادس لإكرة القدمة من 29 من أبريل إلى الواحد من ماي إن شاء الله يشار إلى أن الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي تحت 23 سنة قام بدعوة ثلاث لاعبين من نادي مولودية وجداء وهم أمينسوان وإسماعيل كوراد وأسما الراضي للإندمام إلى المنتخب الأولمبي المغربي يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه النادي خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية في الدورة المغربية ومع ذلك فاد مصدر من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي حسب موقع العرب الجديد أنه من غير المتوقع أن يستدي طريق سكتيوي أيا من لاعب مولودية وجداء في القائمة النهائية للفريق الذي سيشارك في أولمبياد باريس وأشار المصدر لأن الهدف من دعوة اللاعبين هو أساسا لرفع معنوياتهم نظر للتحديات التي يواجهها ناديهم حاليا وأكد المصدر النسكتيوي يركز اهتمامه على أربعة لاعبين أخرين من الدورة المغربية معتبرا إياه من العناصر الأساسية للفريق بفضل مؤهلتهم الفنية والبدنية إلى جانب ذلك يقيم المدرب بعنايتنا اللاعبين المتألقين في الدورية الأوروبية ليشكل جزءا من التشكلة المنتظرة للمشاركة في الأولمبياد إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم أندية سعودية وأوروبية ترهب في التعاقد مع النجم المغربي السوفيان رحيم بعد تألقيها خبر عاجل الكوف ينتصر لنهضة بركان ويرخص له باللعب بالقميس الذي يحمل خريطة المملكة المغربية كاملة هذا ما قاله مدرب ويستهام يونيتد الإنجليزي بخصوص إصابة نيف أكرد والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار اشتركوا في القناة